موسيقى أنتيجا التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة شهدت في السنوات الأخيرة عواصف عاتية لم تشهدها من قبل وادت في كثير من الأحيان إلى فيضانات في جزيرة تعتبر الأكثر جفافا في الكاريبي فعلى سبيل المثال أصبحت بحيرة مكانا المالحة هذه تتسبب أحيان كثيرة في فيضانات في قرية يوركس المجاورة نتيجة للأمطار الغزيرة غير المعهودة توجهنا مع مضيفتنا مسؤولة القسم البيئي إلى شارع بورما وهو واحد من أهم شوارع العاصمة سان جونز وأغلق نتيجة لأضرار الفيضانات الفيضانات ليست بالخطر الوحيد فارتفاع سطح البحر يهدد أكثر من 90% من البنية التحتية لأنتيجة ومعظمها بالقرب من سواحلها إذاً الحياة المتجل will impact, like they predict with increasing in temperatures not only water temperatures but atmosphere temperatures it will probably increase the season, the hurricane season not only to June to November but maybe even year round if it's year round we're gonna have major problems with our yachting industry لأن الشركات لا تستطيع أن يأتي إلى الكاربين في سنة هوريغاني وبالفعل تشكل هذه البواخر الضخمة والسياحة بشكل عام أكثر من 60% من الدخل الوطني لأنتيقة وبالتالي تشكل عماد الاقتصاد الوطني وللوقوف على تداعيات التغيرات المناخية على القطاع السياحي في أنتيقة التقينا في قلب العاصمة بوزيرها للسياحة نعمات لطول النط joining is that the beaches are just the beginning وάν we have a situation where beaches are being eroded and the shoreline are being affected the things we have to offer to our tourism visitors is affected we have seen on the west coast of Antigua especially in the last 10 or 12 years certainly a lot of beach erosion ولي تأكده مما قاله وزير السياحة بالنسبة للإحصائيات توجهنا إلى مركز أبحاث المناخ للوقوف على آخر نتائج أبحاثهم في هذا المجال ولكننا فوجئنا بأن تحليل البيانات والأرقام ما زال ينقصهم نحن ألحن البيانات في جوامل من نظر الآن أو نظر البيانات ونحن نترك قلة مصادرهم وقدراتهم جانباً ونتساءل عن وعي شعبهم بأثر التغيرات المناخية على بيئتهم ومصادر رزقهم دونالد أن تنسسن يحاول نشر الوعي حول التغيرات المناخية وتبعاتها كثيرون يستمعون إلى كلماته إلا أن معظمهم لا يعون ما يعنيه والسبب ونحن نترك قلقاته ونحن نترك قد تفهم بأكداراتهم حقاً ونحن نترك قد تسمعها ونحن نترك قد تسمعها ونحن نترك قد تسمعها صيد الأسماك هي من الصناعات الحيوية في هذه الجزيرة وتوفر الغذاء الرئيسي لأهاليها فهل تأثرت هذه الصناعة بالتغيرات المناخية حتى الآن؟ نائب رئيس هيئة صناعة صيد الأسماك لخص الأثار السلبية الرئيسية للتغيرات المناخية على صناعته بأنها تحطم الحيد المرجاني وارتفاع درجات حرارة المياه والأعاصير المتزايدة عدداً وضراوة خط الدفاع الأول ضد الأعاصير في الجزر المختلفة يتألف من نباتات المانغروف التي تنمو بصورة طبيعية في المياه المالحة ولكن الأمر يختلف في أنتيقة التي يشكل الحاجز أو الحيد الصخري المرجاني تحت سطح البحر خط دفاعها الأول توجهنا في رحلة بحرية مع خبير في بيئة هذه المنطقة لرؤية الحاجز الصخري المرجاني الحاجز المرجاني في هذه المنطقة من البحر الكاريبي يعمل على حماية هذه السواحل من التقلبات المناخية ومن الإعصارات ومن الأمواج العالية ولكن وبسبب التقلبات المناخية وبسبب ارتفاع درجة حرارة المياه هنا بدأ هذا الحاجز المرجاني الآن بالإنكسار المناطق البحرية والساحلية تشكل مصادر رزق وأماكن سكن لأكثر من 60% من سكان جزيرة أنتيقا إلا أن الزيادة السكانية المستمرة تخلق ضغوطا كبيرا على حكومة هذه الجزيرة للتعامل مع الأخطار المحدقة الناتجة عن التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع نظام فعال للتعامل مع الفيضانات وأضرار الأعصير وتأكل هذه السواحل وصخورها المرجانية ترجمة نانسي قنقر